أنا هنا في أصلي وإنتي ممكن تشاهد كل الخيمة برافو على المغاربة السلام الله عليكم أهلا بكم مشاهدين الكرام سعيد بلقائكم من جديد مغامرة أجنبية تروي تفاصيل نجاتها من زلزال الحوز وتشيد بتضامن المغاربة مع المتضررين إليكم التفاصيل قالت المغامرة ومقدمة البرامج تلفزي الإسكتلندية آليس موريسون إن المغاربة ملكاً وشعباً متضامنين في زلزال الحوز وأضافت موريسون في تصريح لموقع إخباري من مخيم أقيم للمتضررين من الزلزال بالحوز أن الملك والمغاربة والسلطات اتحدوا في هذه الكارثة التي ضربت إقليم الحوز من أجل إنقاذ المتضررين وعلاج المصابين وشددت موريسون أن هذا التضامن والاتحاد بين الملك والشعب والسلطات يؤكد أن المغرب عائلة واحدة وروح واحدة وأنا من ضمنهم من أجل مساعدة المتضررين وأكدت الصحفية والكاتبة والمغامرة آليس موريسون أنها كانت تتواجد أثناء الهزة الأرضية ليلة الجمعة بمنطقة أسني بمراكوش وقامت مثلها مثل باقي المواطنين المغاربة بالهروب من الزلزال أثناء وقوعه واللجوء إلى موقف سيارات لتفادي وقوع إصابات وأشهدت موريسون بجهود السلطات المغربية في توفير المواد الغدائية والخيام للمواطنين وإسعاف المصابين عبر المستشفى العسكري الميداني مشددة على أن المغاربة ملكا وشعبا متضامنين إبانا زلزال الحوس في أسني وإنتم ممكن شوف كل الخيامة برافو على المغاربة كل واحد عندو روح كوي الناز هنا هم يعملوا الهواجل نفسهم الهكومة كمان هنا برافو عليكم برافو عليكم و الله معكم